السلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضراتكم معي في قناتي أكلنا بالمصري معكم هويدة محمود وإن شاء الله النهاردة هعمل بزبوسة الحلواني في أقل من ثواني وده عنوان الفيديو اللي أنا عملته في القناة من الفترة كبيرة جدا وفضل الله عمل خمسة مليون مشاهدة النهاردة إن شاء الله هعمل البزبوسة مرة تانية لكن هعملها لكم مكرملة يعني البزبوسة الزهبية وهقول لكم على كل التفاصيل والتكات بتاعت البزبوسة علشان إن شاء الله تطلع معاكم نجحة من أول مرة يعني طرية ومرملة ومظبوطة ظبطة المحلات كمان حابة أوضح لكم ليه مش بنستخدم البيكنج بودر في عمل البزبوسة وليه الدقيق لازم يبقى خام وليه سامن مش زبدة وتفاصيل كتيرة قوي بيض حيرنا وبتقف معانا لما بنيجي نعمل البزبوسة يلا بينا بسرعة نعرف كل التكات والتفاصيل ونعرف كمان المقادير ونقول باسم الله وأول حاجة هبدأ بيها هي كمية الدقيق وهستخدم نص كيلو من دقيق السميت الخام وده بيجي من عند العطار أو محل مستلزمات الحلواني وما بيكونش في أي إضافات خالص يعني دي خام وبس والنوعية اللي لازم استعملها أول ما بمسكه كده ما يسيبش أثر أبيض على الإيد لو ساب لون أبيض على الإيد زي الدقيق العادي النوع ده ما اشتريهوش لأنه بيكون ناعم قوي ولونه فاتح وبيدي نتيجة سيئة قوي للبزبوسة ودي أول حاجة لازم نعرفها وإحنا بنشتري ديق السميت كمان ماينفعش في الطريقة دي اللي هي طريقة الحلواني استعمل دي الأكياس خالص لأنه بيكون في إضافات ومش هينفع معه الطريقة دي نهائي والمقادير اللي هعمل بيها البزبوسة المكرميلة هي نفس المقادير اللي عملت بيها بزبوسة الحلواني بالطريقة العادية وهي عبارة عن كباية من اللبن وكباية من السكر ونص كباية من السمن نقدر نستعمل السمن البلدي أو السمن الخليط أو أي نوع سمن عندنا كمان بحتاج لمعلقتين من عسل الكولوكوز وبحتاج لحوالي أربع معالق كبار من جوز الهند يعني مقدار نص كباية تقريبا طيب بالنسبة لجوز الهند دي إضافة للي بيحبها هي بتدي طعم حلو قوي للبزبوسة لكن لو إحنا مش بنحبه نقدر إن إحنا نستغنى عنه ودي كده نفس المأدير اللي أنا استخدمتها في طريقة البزبوسة العادية هي هي اللي هستخدمها في الطريقة المكرميلة لكن دي بيزيد عليها نص كباية مية بس كمان الطريقة في التحضير بتختلف أنا في الطريقة الأديمة كنت لازم بخلط السمنة مع الدقيق لكن في الطريقة المكرميلة جوز الهند بس هو اللي هخلطه مع الدقيق بس بعد ما نعمته في المصحانة لو حابين إن إحنا نستخدمه هو خيشن زي ما هو ما فيش مشكلة لكن أنا ما بحبش أحس بحبيبات جوز الهند في البزبوسة وأنا بقولها يعني بفضل إن أنا أحس بالطعم والريحة بس هخلط جوز الهند كويس قوي مع الدقيق وهاركن الدقيق على جنب وهنبتدي دلوقتي نحضر باقي الخطوات وهنشوف هنكرمل السكر إزاي بجيب حلة أو كذرولة وبحط فيها كباية السكر وبحط معاها نص كباية مية ودي الإضافة الزيادة بس اللي تفرق عن الطريقة العادية والطريقة المكرملة طبعا المية علشان تساعد السكر إن هو يتكرمل على النار بسهولة هضيف ليه المية والسكر مع لقتين من عسل الكولوكوز وعسل الكولوكوز لو مش متاح عندي بحط مع لقتين كبار من الشربات التقيل أو العسل الأبيض وده كنت بضيفه مع الطريقة العادية لكن لو عندنا عسل الكولوكوز يفضل لإنه بيدي نتيجة كويسة جدا جدا مع البسبوسة البرتمان ده سعره مش غالي ده بعشرة جنيه وبيعد عندي فترة كبيرة أوي برضو موجودة عند العطار أو محل مستلزمات الحلواني هناخد دلوقتي السكر والمية ونرفحهم على النار أنا بخلي النار متوسطة وهسيب المية والسكر لحد ما يبتدي يغلي وفي الفترة دي مش هقلبه خالص ولا هعمل في أي حاجة لحد ما لايه إن اللون بتاع المية والسكر بدأ يبقى عسلي ونخلي بالنا من الخطوة دي لإن لو أخد لون غامق البسبوسة هيبقى طعمها مش حالو فضروري إن إحنا نبقى وقفين جنبه وامتابعين اللون أنا هقلب كده دلوقتي الرغوة علشان نشوف اللون اللون بتاع السكر بدأ يبقى عسلي فاتح في ثواني بيغمق نخلي بالنا قوي إن إحنا ما نسيبوش ونعمل أي حاجة تانية طيب أول ما بياخد اللون العسلي زي ما حضراتكم شايفين كده ببتدي أنزل نص كوباية إلسامنة إيه هستعملها جمدة بالشكل ده أو هستعملها صيحة مش هتفرق يعني ممكن أستعمل أي حاجة هقلب إلسامنة مع السكر بعد ما تكرمل واللون فاتح زي ما حضراتكم شايفين ما نحاولش إن اللون يكون أغمق من كده خالص أولا البسبوس هتبقى غامق قوي كمان هيبقى طعمها مر بعد ما دوبت إلسامنة مع السكر والمية كويس ببتدي أنزل كوباية اللبن طيب في الفترة دي أنا بخلي النار هادية جدا جدا أو ممكن إن أنا أطفيها ما نحاولش إن النار تكون عالية خالص قلبت إلسامنة مع السكر ومع إلسامنة كويس قوي لحد ما بيدوب بالشكل ده أنا هنا في الفترة دي مش محتاجة نار خلاص يعني أول ما قلبت في الأول بطفيها بعد كده هصيب الخليط يهدى شوية من الحرارة العالية اللي فيه وهروح أدهن إلسامنة اللي هرصت فيها إلسامنة والإلسامنة مقاسها 30 والمقاس ده مناسب قوي لنص كيلو من الدقيق وبتكون رؤية أشوية لو حابين إن البسبوسة تكون عالية جدا نقدر نستعمل إلسامنة مقاس 26 بعد ما ده هنتهب إلسامنة بالشكل ده هبتدي أجيب إلدقيق وطبعا الخليط اللي أنا عملته اللي هو خليط إلسامنة والسكر واللبن هيدي شوية من الحرارة هو مش بارد إحنا مش هنسيبه لحد ما يبرد خالص إحنا هنستعمله هو سخت لكن مش بنفس درجة الغليان اللي كان فيها زي ما حضراتكم شايفين اللون عامل إزاي اللون عسلي فاتح ما نحاولش إن إحنا نسيب السكر يتكرمل كتير هتبقى البسبوسة لونها غامق أوي كمان هيبقى طعمها مر طيب نيجي بقى لهم حاجة وهي عملية التقليب أنا بعد ما ضفت الخليط على الدقيق بقلب بهدوء ووشوش من غير خطوات كتير ولا عجل ودي طريقة الحلواني في أقل من ثواني وكنت كتبة كده في العنوان وليه ثواني علشان التقليب ما بياخدش غير ثواني بس لو قطرنا تقليب أو عجلنا بيخلي دقيق البسبوسة لو دقيق السميد يعمل عرق وبكده البسبوسة بعد ما بنسقيها الشربات بتبقى نشفة وما بتشربش الشربات نهائي فإحنا محتاجين نقلب بس وده الفرق ما بين دقيق السميد اللي هو الخام والأكياس الجهزة الأكياس الجهزة ما تنفعش خالص في الطريقة دي لإن هي فيها إضافات وكمان بيبقى فيها نسبة من المواد الرفعة طيب الحلواني ما بيستعملش بيكنج بودر خالص يا جماعة والموضوع ده أنا اتكلمتي في كتير البيكنج بودر دي إضافة بتستعملها ستات البيت بس علشان تضمن إن البسبوسة تبقى مرتفعة وهاشة شوية لكن مفيش أي محل حلواني في مصر بيستعمل البيكنج بودر نهائي ولو لقينا حد بيستعملها بيستعملها بنسبة بسيطة جدا علشان يضمن إن البسبوسة ما تطلعش مكتومة لكن ده نادر الحدوث المهم إن البسبوسة بعد ما خلصتها وقلبتها بهدوء برصتها في الصينية وبساوي الوش بتاعها وبكده بتكون جاهزة طبعا الفرن ضروري يبقى شغال من البداية هدخل الصينية في الفرن هو سابق التسخين وبحطها على الرف اللي في النص النار بتكون شغالة من تحت بس ولو هنتخدم فرن كهرابا هنزبطه على درجة حرارة متين ونخلي بالنا من الوقت لإن هي بتستوي بسرعة علشان السكر اللي فيها مقرمن يعني بتقعد من تلت ساعة لنص ساعة وبتكون مستوية لو ما أخدتش وش على طول نقدر نشغل الشواية لمدة دقيقتين بس وبكده بتكون جاهزة هسابها في الفرن وهبتدي دلوقتي أعمل الشرباط ومقدار الشرباط المزبوط للبسبوسة كباية ونص من السكر عليهم كبايتين من المية طيب هرفعه دلوقتي على النار ومن غير تقليب خالص هسيب الشرباط يبتدي يغلي وعلى فكرة أول ما بيغلي ما بيعدش كتير يعني مجرد ثلاث دقايق أو أربع دقايق بالكتير بعد ما يبتدي يغلي لكن أنا أول ما بيبتدي في الغليان بحط له نقطتين ثلاثة من عصير اللمون وعلى فكرة شرباطي البسبوسة ما بياخدش اللمون خالص لكن أنا دايما بحط نقطتين ثلاثة علشان أزبط الطعم بس ودي إضافة من عندي لو حبينا إن إحنا نعملها يبقى نقطتين ثلاثة مش أكتر بعد ما أخد وقته في الغليان اللي هي ثلاث دقايق تقريبا حطت رشة فانيليا وأحيانا بحط معلقة صغيرة جدا من السمن البلدي طبعا كده الشرباط بقى جاهز والبسبوسة كمان استوت وأخدت نص ساعة في الفرن ما أخدتش وقت أكتر من كده البسبوسة سخنة والشرباط سخنة بحط الشرباط على البسبوسة على طول وزي ما حضراتكم شايفين الكمية اللي أنا بصبها البسبوسة بتشربها وبكده يبقى البسبوسة دي ممتازة وناكحة جدا طيب هي هتشرب المقدار كل ولا إيه أحيانا بتاخد المقدار كل وبزود كمان ده حسب نوع دقيق وأحيانا بحط كمية بسيطة وبلاقي إن البسبوسة خلاص مش عايزة تاني طيب لو حطيت المقدار ولقيته زيادة أقدر إن أنا أميل لصانية على الجم وكل شرباط الزيادة اللي فيها هنصف فيه كده هي أخدت كفيتها لإني لقيت الشرباط ظهر على الوش وشربت الكمية كلها بعد كده ممكن نغطيها بصانية وندخلها الفرن طبعا الفرن إحنا طفينا خلاص بدخلها وهي منغطية لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق وده بيحافظ عليها إن هي تفضل طرية لو حبينا نعمل الخطوة دي تمام لو ما عملنا هاش يبقى هنغطي إلصانية ونسيبها في المطبخ في الجو العادي برضو الخطوة دي هتخلي الوش بتاعي البسبوسة طري أنا سبتها لما بردت شوية وهبتدي إن أنا أقطعها لكن البسبوسة لما بتوعب تاني يوم بتبقى النتيجة بتاعتها أفضل بكتير وأنا هطلع حتة دلوقتي علشان نشوف لون هعامل إزاي من جوه طبعا البسبوسة المكرملة بتبقى واخد لون موحد علشان للسكر كرملناه بيخلي الخليط كله واخد نفس اللون بعكس طبعا البسبوسة العادية بتبقى فوق وتحت واخد لون غامق والقلب بتاعها أحيانا بيكون فاتح شوية وبالنسبة اللي بيسأله ينفع نستعمل زيت مع البسبوسة طبعا هو ينفع بس الطعم بيكون مختلف خالص عن السمنة كمان الزيت بينشفها شوية ما بتبقاش طريق قوي زي الطريقة العادية وكمان إضافة البيكنج باودر اللي بتجيلي عليها تعليقات كتيرة جدا جدا البسبوسة بطريقة الحلواني أو طريقة المحلات مفهاش بيكونج باودر نهائي لأنها مش كاكة لكن لو حضراتكم حابين تدفوه دي حاجة بتاعتكم ترجع لكم انتو حسب ما بتفضلوا لأن في ناس ما بتحبش البسبوسة تبقى بالطريقة دي بتحبها عالية وهشة ومش مكتومة فبتقلق من النتيجة تقدري تحطي بيكنج باودر لو حبة لكن في الطريقة دي ما بيتضفش بيكنج باودر خالص اللي هي طريقة الحلواني البسبوسة زي ما حضراتكم شايفين أنا طلعتها طرية جدا شرباء الشربات واغدى لون مكرم الهايل كمان طعمها ورحتها جنان أنصحكم تجربوا الطريقة دي لو ما عملتهاش قبل كده وبرضو بالنسبة للزبدة اللي بيسأل للبسبوسة ماينفعش تتعمل بالزبدة لا هي الزبدة ماينفعش لأن فيها نسبة كبيرة من اللبن لكن لو اضطرنا نستعملها هنسيح الزبدة على النار وناخد طبقة الزبدة اللي فوق ونفصل اللبن منها خالص بالطريقة دي نقدر نستعملها مع البسبوسة ومع الكنافة كمان وبكده أنا قلت كل التفاصيل اللي هتخلي إن شاء الله البسبوسة تبقى ناكحة معاكم من أول مرة سواء الطريقة العادية أو الطريقة المكرملة أتمنى تجربوا طريقة النهاردة وإن شاء الله هتعجبكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله